هاتفي مع المدرب القدير فوزي البنزارتي نذكر أثناء الأخبار والفاصل الإشهاري جمعني حديث مع المدرب القدير للوداد البيضاوي المغربي فوزي البنزارتي اسئلته على حقيقة خيانته للنادي الفريقي بعد ما وعد النادي الفريقي مش يدرب الفريق أخلى بيوعوده مجرية هي المدير النادي الفريقي وافقت على طلبات كل الكل اللي وضحها في فوزي البنزارتي فوزي البنزارتي في تسريح حصل لراديوماد لبرنامج ديما سبور اليوم الخميس يقول لي اليوم السبت يقول لي مانيش غدار مش نهرب من الوداد المغربي ونحب نسأل مسؤولي النادي الفريقي وينكم وقت أنا مرتاح في تونس وقتها بجلتوا علي مارشان الله يرحمه وينعم كيف يقول فوزي البنزارتي أنا عندي بون تسريحي مع الوداد قيمتوا تفوق مئتين ألف دينار تونسية يقول هل أن النادي الفريقي كان جاهز المسؤولين بتاعه بشتفوا هذا البنزارتي أم لا يقول لك أنا شرف لي باش ندرب النادي الفريقي والنادي الفريقي مجموعة الكبار اللي دربتها ونجحت وتوجت معها واليوم كنت مستعد لكن مسؤولي النادي الفريقي اختاروا الوقت الغير المناسب يقول لك أنا كمشيت المغرب وقت لقي الدعم الرئيس النادي على أساس مانيش مش ندرب الوداد في عطلة أنا مشيت بحديها خطروا صديقي قال بعد ما تعشينا قالوا فوزي غدوا رو عندك ماتش قالوا ماتش نوى ماتش نوى قالوا قالوا مال عليش عياتلك قالوا عياتي انتي صاح بيجيت ليه كوي قالوا ما تحكي لي حد شي غدوا تمشيت رو عندك رو ماتش قال بيت في الوتيل وصباح زلت ما نعرف شي على الوداد في نسخة جديدة وقال أشرفت قال أنا بكل تواضع قال فوزي البنزارتي إيجوا وشوفوا بعينيكم حبة المغاربالية إيجوا وشوفوا بعينيكم قد الناس تحترمني كالناس تقدرني إيجوا وشوفوا قدرت الناس تحبني في المغرب كيفاش أنا تحبوني في هذا الظرف نتنكر لأفضال والناس ذوما اللي حبوني ويقدروني يقول فوزي البنزارتي كان على مسؤولي النادي الأفريقي إذا حاجتهم فوزي البنزارتي بالحق أنا كنت أربع شر ولا خمسة شر مانيش ندرب كنت موجود في مستير كان ينجموا يتصلوا بي وقتها بلا قيد أو شرط أن نوافق على تدريب النادي الأفريقي يقول فوزي البنزارتي كيف كيف كان جيت أنا مدرب النادي الأفريقي طوى والويداد يجيني مهما كانت الغراءات يقول مانيش غدار ما نخليش النادي الأفريقي ونمشي الويداد يقول كل يوم الويداد في مرحلة انتقالية ورئيس النادي ربي يفرج عليه رئيس الويداد في ذيقة فوزي البنزارتي يقول راني راجل وقت الغسرات ووقت الأزمات من الجمس نتنكر لأصحابي يقول أنا نعاود يقول بش جمهور النادي الأفريقي ما يفهمنيش بالغالط قال ما حبيش نجاوب يقولوا ويزيدوا ويألفوا كما يحبوا رأوا جمهور النادي الأفريقي على رأسوا عيني رأى جمهور النادي الأفريقي نعتبروا جمهور كبير وعريق برشا ويشرف لي بش ندرب جمعية عند الجمهور الكبير والجمهور التاريخي اللي كان دي ما سند للنادي متاعه لكن يقول لك اللي غالب شنو ذنبي أنا وقت أنا موجود مسؤولي النادي الأفريقي ما جايونيش ما كلمونيش يقول لك وقت أنا عندي عقد مع جمعية ومجمعية وموفرت لي كل شي وجمعية تحبني وجمعية قال صحيح في فترة ما قال حبيت نخرج من الويداد نتائج جوا مع جبنيش قتلهم خارج قال الناس بالصف غادي في المغرب قالوا له لأسي فوزي ما تخناش هذا كلام فوزي البنزرسي رانا نحبوك رانا نتائج توجي رانا نعرف وقيمتك رانا نعرف والمعدن نمتعك نعرفوك ماكش غدار قال الناس أدوما كي الناس يجوك كالمك قال حشمت على روحي ما ننجمش قال فعلا كنت نفكر بش نجي ندرب النادي لإفريقي لكن كي أنا بش نخرج خائن في نظر أشقائنا المغاربة قال مانا لا للأسف ما هوش فوزي البنزرسي اللي عملت وقال اللي بالحق ما ننسهوش ديما نعاودها عاودها ثلاثة ربع مرات وقت أنا موجود في داري في مستير شبيه رئيس النادي الإفريقي ما تتصل شبيه شبيه ما جانيش قال لي حاجة يبيك قال وقتها قبل مرشون الله يرحمو نعمو بجلو عليه ومن بعد أنا موجود قال ولدي وربي عين وربي وفقه السعيد السايبي كيف كيف جدد له عقد قال هو يعرف ما يساعده لكن اليوم إذا تحبوا أنا ترموني الكورة وتقولوا أنا خاين راني منيش خاين كان جيت خاين راني باعت فريقي الحالي اللي موفر لي كل شيء الوداد المغربي وراني جيت ندرب في النادي الفريقي وعاود يقول رأوا الشرف لي بش ندرب النادي الفريقي ورأوا احترامي كبير لجمهور النادي الفريقي لكن للأسف المسؤولين ضحاقت مع جمعية الوداد البيضاوي المغربي تسارح تعليقك تعبي اللي غذى هال هالحكاية قبل ما ما نوصلوا الكونتاكت كيف هالسعره كل هو جلوس أيمن البنزرتي ابن السيد فوزي البنزرتي مع مسؤولين النادي الفريقي حكاية مع بعضهم في إمكانية تدريب السيد فوزي البنزرتي للنادي الفريقي هذا بعد أكل النتائج الغير مرضية اللي صارت في الوداد البيضاوي في الثلاثة مباريات الإخرانية وشفنا حتى سيد فوزي البنزرتي ما كانش مرتاح وكان على عصابه على حافة الملعب وفي كل المبارات لأنه يعرف وضعية الوداد كانت صعيبة والوداد يمر بفترة صعيبة وصعيبة جدا وهو جاء في وقت غير مناسب بالمرة ورئيس النادي اللي هو كان السند متاعه الأساسي رئيس النادي في محنة لأنه مش متواجد لأنه هنا لقاء فوزي البنزرتي يروحوا تراحة في وضعية صعيبة وفي وقت ما كما قال لك صحيح في فوزي نصدق وقت لقال لك خممت في الخروج من الوداد البيضاوي وخمم في النادي الافريقي لينوو النادي الافريقي وجماهير النادي الافريقي كان مطلب أساس خاصة جماهير النادي الافريقي سيد فوزي البنزرتي يحب برشا ويقدر برشا جماهير النادي الافريقي ربما صارت مستجدات غيب علينا الكل أما رأوا الكونتاكتي لأيوليو ما بين مسؤولية النادي الافريقي والماناجير وولده الناجل الماناجير هو الماناجير فوزي يتعبوه هو يناقش باسمه قعد مع مسؤولية النادي الافريقي واتفقوا وحكاو في امكانية جيان والبريم وكذا وكذا فوزي البنزرتي لم يكن يخرج لأنه صار عليه ضغط في الوداد منين من المسؤولين وعلى رأسهم الرئيس النادي والأقارب وطالبوه بالبقاء رغم تواضع النتائج الوداد المغربي نتائج بصراحة ما تعودش بها الوداد ورغم ذاك الناس متمسكين به ما ظهر لي أنا كان فوزي البنزرتي يعرف روحه مش يخرج من الوداد ويضيع العرض متاع النادي الافريقي مستحيل لأن الفوزي المنزرتي واثق مسؤولين الوداد وأحباء الوداد متشبثين به كمدرب يربطوا عقد بالوداد ويضموا يحترم العقد متاعه النادي الافريقي المسؤولين متاعه بالأحباء خموا في فوزي ما فمش إمكانية خطر الإمكانية الوحيدة كانت باش فوزي غادر يضموا يحل التعاهد متاعه اللي عنده مع الوداد بالتراضي وإلا بالتصرح التسريح الشرط التسريح اللي عنده في العقد متاعه هذي الكلو ما صارش حسينا من سفوزي كما تكلمه ساحبي حسيت أنا بدي من كلامه كونه راضي على وضعيته مع الوداد يتمنى الخير والتوفيق يقول لهم روعة دالي فوزي البنزرتي وحكيت معه هاي قلت هاي قلت صاحبي بخلاف المكالمة تاوى أنا بدي ما بتصال أنا وسفوزي تربطني بي علاقة واتيدة واتيدة جدا ونعرف وصاحب موقف وصاحب كلمة يقول لي أنا النادي الفريقي وذا يكلمه من قبل وعبر عليه قدش من مرة وديما مهتم متابع اخبار النادي الفريقي الغالب ما كتبش وذا كهو وحنا يزينا ناخذوها ما كتبش بشيران النادي الفريقي اما راو يحترم مسؤولي وحباء نادي الفريقي خاصة ان حباء نادي الفريقي مش شعبوية لا يقول لك الجمهورة ذاك راو أنا بدي يعطيني من الروح الكبيرة يزيدني عن الروح الروح متاعي اللي أنا روحك الانتسارية والكل يقول نستمد منه قوة كبيرة الجمهورة ذاك ما صارتش جزهجة رب يوفق فوزي البنزارتي في المهام متاعه وان شاء الله النادي الفريقي يهتدي بش يلقى المدرب المناسب في الفترة المناسبة هذه قبل انتلاق البلايوف لكن ما دام انت حكيت حاليا مش قلت أصحاب القرار في النادي الفريقي سي صالح نزيل وذاعه في برشة وقت فوزي البنزارتي سامي ترابلسي فلان فلتان وفي اللقاء ما فهم حتى نتيجة تثبيت كمال قلسي حاليا كمدرب مؤقت في انتظار البحث على مدرب جديد وأصحاب الإشعاعات يستنجدون بمدرب متقاعد يبدو منذ سنوات منذ أربع سنوات الناخب الوطني يستبق جورج كمدرب قادم بالنادي الفريقي والراجل ربما سمح لي ربما ديما في جوكينج ويقرأ في الجرائد في الجردام تعدار حسب كبر سنو يعني حاجة اسمها كورة رب يطول عمره في الخير مسيو جورج اللي كانز حبوا عشاق الإشعاعات يحطوه في الليست اللي هو قادم لتدريب النادي الفريقي يوين هم أصحاب القرار بشي يخذوا قرار صحيح قرار موجع مقتنع بسي سالح ثابتي متغش عليه سيمونجي ولا عليه ولا محمد أنا مقتنع به نجيبه انا كانت ذكر على خميس واحنا مع بعضنا في الحسل هنا قطلك يلزم النادي الفريقي أول حاجة يسارع بها هو تعيين مدرب لا كامال خلسي بسيفته مدرب مدير مدير فني تعيينه على رأس الفريق وسبخله بشدرب النادي الفريقي يعرف الجو النادي الفريقي يعرف حط المدرب خليه خليه الفريقي يخدم ميقعد وفغ الباهية ومشكرين عليها نشكرهم عليها كونه مش تثبيت لكن تعيين كامال خلسي على رأس كابر وقتيا حتى نلقى مدرب وسبق كامال خلسي وكان على رأس النادي الفريقي وفاز معها بكأس تونس لذا عنده تجربة في انتظار وجود ولو أنا نعاود ونأكد ونقول رأو صعيب بشتلقى مدرب كفة حسب المواصفات اللي حبوها بطال طو مستعيب برشا علي موجودين صاحب سامي تربلسي مش شوية لا 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 ما نحكيش سامي سامحني مهدي النفطي مش شوية لا 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 اسمعني أنا هنا أنا هنا وقتها أنا عطيت حتى السعب كساني قد أنا نمشي لبناء النادي لحقيقة ابناء النادي اللي عندهم الكفاءات اللي نمشي نرجع العدل السليمي نحرق فيهم والله ما يسمعوك بسمعني ما يسمعوني والله كله يجيبونهم دوبلي لا يخذوهم بسمعني سمعني أنا مليش تالب شي يسمعوني أنا نعطي راي حسب 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 المواصفات المتوفرة قدامي أنا نعرف سامحني سيمونجي بعد أن تكون أجال تحب يأخذوا عد سليمي وموصف شرقي أعملتوا ديكلاراسيان كل الزوزة ذوهم ما حقمش أعمرهم ما كانوا لدينا دي إفريقي ما يدربوش ما عندهم حد شي توقوضي صحوره سكي دماج والله تعرف سي سالح وتبارك الله لسامي الزوزة بلعطيتهم برماذهم ينجموا ينجحوا أنا جورج لي كينس وأنا أنا ناس اللي تحب على فيترين أكثر من اللابور اللي بشي يجيبوا للتراجر للنادي لإفريقي اليوم أنا نقول اللي الحاجة لنقطة القوة تعصفوزي سيكو محبوب للناس وكل الوراوي زي من الناس تعرف الفلوس سيباين بريوريتي أما الحاجة اللي أسفتني برشا سالح سيكو غير الاستقرار هذا في تسيير فريق كمدربين في النادي الإفريقي ننتفكر عام 2018 النادي الإفريقي وقتها مع المدرب ومسير معناه هزو كاس تونس أربعة واحد ضد النجمة اللي في الفنال معناه سيبان وكل مرة نلقوا حاجة هذي رأي ماش في مصلحة فريق اسمه النادي الإفريقي جماهير اسم النادي الإفريقي عالميا ديما نقول لهم تفرجوا في الدقلة قبل الدقلة وشوفنا شنو اللي عملو اليوم مذنو برابور على الجماهير هذي الموجود وكما قال سيفوزي ويلا في انتير موريزان وقت اللي هو كان ادس بوزيش النادي الإفريقي لوجيكما ما تسئلش وما تستناش تقتنم الفرصة باش تاخذ سيفوزي هذي تيتر مع النجمال يدي ساحلي احسن فرصة عندك باش باش تعمل استقرار النتائج وكل النواحي هو سيفوزي من زر سي ساحبي كانت تسمح النقطة اللي رح بيت نقولها هي فيما خص فوزي البنزرتي ومكانية امتداب ومنادي الافريقي الرأي انه فهم شوية لخت في الرأي العام الرياضي لانه رو في الكرة الاحتراف ما فهمش خيانة ما فهمش معناها تجاوز معناها تتتت باراليزم بين العاطفة والاحتراف ومع علاقات تعاقدية انسان يعني عنده انكاج موم مع النادي معين اللي كان انتي معنا هذا سوق الدلال سواء كان المستوى المدربين ولا اللاعبين تعطي بديل ما احسن ممكن يكون عنده كذا منح من حيث امكانية انتداب جورج لوكانز على رأس الاطار الفني للنادي الافريقي اللي كان هي من نوعا كل من درجة التيزنج يعني معناها ترمي كيف نقول احنا معلومة لدرس الردود الفعل وكل من ناحية الاطار الاداري متع النادي الافريقي حاجة اللي كان هي بالحق يعني فهمة اينيسياتيف الانتداب وتولي سيبلو بير خطر جورج لوكانز وان مشاه ما خلاش انتبعات لا نتائج لانتبعات طيبة سيوم كان في الجزائر رأس المنتخب وسيوم كان حتى درب النجم الساحلي ما عندوش يعني كنتائج اللي تخليها اتراند بالنسبة لي هو مش اتجيبه كأيطار على رأس لأيطار الفني وخاصة عمر وبتالت وكل لكن القايل فهمة بديلة اللي نجم يكون مخير من جورج لوكانز يعني انا هو يتواصل الكاستينج في النادي في صالح الحق ويتواصل الكاستينج في النادي ميزانيتك تحكم ساحبي ميزانيتك تحكم وهو خطر لك جورج لوكانز يزمه هو يعطي فلوس بشيرين اي جستما لكن انت من حيث الكاستينج الغالسي ساحبي ومن حيث اللي انك تجيب في أسرع وقت ميزانيتك تحكم خطر السوق مثلا عني بين موجودين لكن انت حدودية ممكن الميزانيتك تحكم فيك وزيد خاصة الوبجيكتيف سبورتيف زاد انت الهنا مهم برشا مانا أسكو كورتير مولا لانتير مفهم يا لطفي يعني صحيح ميزانيتك تحكم فيك اما زاد الشواء ما فهمش شواء هعتيني سميني توا مدرب اللي كان احنا ما نعرفه همش لكن الموجودين اللي كان احنا نقول احنا معلوماتنا مستوى تلهمش لكن المدربين موجودين اللي حب بانسير يزم ايتود خطر انتي وان انا مدرسة تحب تمشي لها تحب تمشي المدرسة اليوغوظلوية الكرواتية البولونية تحب تمشي المرسم البرتغالية تحب تجيب على المستوى محلي تحب تجيب على المستوى موجودين را ما نقولوش موش اما ميزانيت تحكم خطر انتي كميزانيتك ما تكون موجودة تنجم تفكرك حتى اللي توقع تنجم تفكم كما كبن تسريحي وتجيب الحاجتك بي مين ان امكانيات تكون لي عنده مكاينيات هذا هو ما نقول لك موزانيتك تحكم سراح تلقى را اليوم را اليوم انتي تتفكر كالتوماس مور ذاك اللي كان يدرب في ترجيري تونس شكروها كبريباراتور فيزيك اليوم مشاهل زيد النجمال الساحل يخدم خدمة كبيرة برشة بعد صار تخلي عليه ما نعرش عليش وهو بلوس هما بريباراتور ذاك البرباراتور بعد الرمز متعلوي دات هوا بريباراتور هما لكن مدربين اليوم في سويسرا يحبوا الكورة الافريقية راو موجودين انتي شوف كولر متاع الالي المصري سمعني سميلك سي سي مونجي او نعطيك انا احنا بعمرنا ما خممنا فيها ولا نهار روحتهم يولدي يمشيوا للمدرسة العراقية العراقية فيها مدربين عراق فيها مدربين مش اكفاء على مستوى عالمي سي سالحام جيبوا من تونس الشياب الليلي الغادي الشياب الليلي ايه فهموا احد اخر زاد نسيت اسمه لكن فهم عنا توانسي الغادي اه عنا هاو اللي قبل لي كان نسمع في مكان دنبوب مدرب منتخب فلسطيني لكن انتي الغناء متاع التدريب تلقاه في المدرسة اليوغوزلافي اكس يوغوزلافي بناما بالسرب والكرواتيا وغيره البولونية معروفة كلاسيك الرومانية لكن نظومكم مرخاص وبنحك يعني فكر تدريبي انا نحكي لك على عرب مدينة 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 ايه وضحها وضحها قال هم ارخاص قلتم مدينة مدينة ايه قصد المدينة لا 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 مدينة مسترها بالله احفر مدينة مدينة اما اما شو بالحق فما كفاءات قاعدة تنشبت في الخليج العربي عراقية كفاءات كبيرة برشة برشة على الرأس نوادي كبيرة برشة بما الحق عندهم مدارس في التكوين بتاع المدربين بالحق مشهود لهم اخر سؤال في هذا الموضوع علش التارجي ظهر اسم واحد صحوله النادي الافريقي سبعة ثمانية عشرة اسماء وفي الاخر فرسات مؤقتا عن سكامل قلسي لا التارجي الرياضي لو عنده مدة يخمى فيه مدرب ايه اسم واحد تذكر اسم فوزي البنزرتي هو وذي كوانيس مسكر تذكروا اسامي اخرين وفهم اسامي وقعل هاتي هم لي اسمي يذكروا تارجي الرياضي مستحيل يكون مدخلش في اتصالات مع مدربين بالرأي العام شكون اخرج فوزي البنزرتي ايه الرأي عام صحيح ايه او ليه فوزي البنزرتي لا 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 يزم نعترفوا التارجي عنده يعنى 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 كيفاش يسكر دارتهم منظمه لما ما تخرش للعموم إلا ما تبدو مورسيور هذه كم معناهم متعارفين بها لكن انتي اقبل حتى جورج دوها على المكان المنمان لا facesي في نادي الفريقي triple كلنا بدنا من دوها يعرفوه بالسيف تل مون تعلق جمهور نادي الافريقي بالاخبار تخرجوا لا للحيط نادي الفريقي pair الدين المدرب اللي قادر على قيادة النادي الافريقي يهزوا للمكانة الطبيعية متاعها ونعاوضوا قولها النادي الافريقي بجمهوره الكبير بالرسيد البشري الثاري قادر بش يلعب على الألقاب مش يلعب يلعب ويتوج بالألقاب ان شاء الله مدرب كبير تمنيتنا يوسف العلمي منذ الصائفة الفارتة ربحها الوقت وجاب مدرب النادي الافريقي طوى راه بش يكون المؤهل رقم واحد للتجويش بلقاب البطولة وكذلك كأس الكاف لكن شاء الله يوسف العلمي ومن معه يتداركون هذا البطع في التعاقد مع مدرب جديد للنادي الافريقي واخيرا سي سالح